مرحبا بكم أعزائينا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج بالعراق بالتزامن مع التوتر الحاصلي بين بغدادة وأربيل على خلفية إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان توجه رئيس الوزراء حيدر لعبادي إلى باريس مع وفد رسمي كبير ضم عدد من الوزراء ورغم تأكيد الطرفين أي العراقي والفرنسي على أن الزيارة تأتي في سياق بحث قضايا التعاون الثنائي ومحاربة التطرف إلا أن هناك من يعول على الدور الفرنسي للعب دور الوسيط لحل أزمة الاستفتاء إذن ما هو سر التوقيت لهذه الزيارة وهل سيستعين العبادي بفرنسا والغرب لحل حلة الأزمة وكيف يتعامل الغرب مع قضية الاستفتاء وأين تكمن أهمية الزيارة زيارة العبادي إلى باريس هو موضوع حلقة اليوم من برنامج بالعراقي نناقشه مع الضيوف المختصين الكرام الدكتور وثاب السعدي منسق التيار الاجتماعي الديمقراطي والدكتور حميد فاضل أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد والكاتب والصحفي هابال زخوي مرحبا بالضيوف الكرام دكتور وثاب نستثمر وجودك في بغداد وأنت الذي تسكن باريس منذ سنوات طويلة ولديك قرب من المشهد السياسي في فرنسا كيف تقيم لنا هذه الزيارة وما أهمية فرنسا في ظل الوضع العراقي شكرا لإستضافتكم في الحقيقة زيارة قررت أثناء زيارة وزير الخارجي الفرنسي جونريف لدريوم في 26 آب السابق ولكن حدث ولم تكن لها علاقة بالاستفتاء ولكن حدث الاستفتاء في أقليم كردستان والذي شمل أيضا مناطق خارج أقليم كردستان طغى على المواضيع الأخرى وفي اتصال هاتفي بين ماكرون الرئيس الفرنسي والأعبادي في 27 سبتمبر الماضي عرض الرئيس الفرنسي الوساطة على نظيره العراقي ولكن السيد الأعبادي رفض هذه الوساطة في اللقاء الذي حصل أيضا في المؤتمر الصحفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي والرئيس الوزراء العراقي أيضا كرر الرئيس الفرنسي عرضه في الوساطة ولم يرد الرئيس الوزراء العراقي وهذا اعتبر من قبل الصحافة كرفض مؤدد ولكن في حقيقة الأمر العراق لا يمكن أن يتجاهل الوساطة الفرنسية أو التدخل الفرنسي لأن فرنسا لديها سياسة منذ زمن طويل منذ شاد ديقول وهذه السياسة تعمقت تدريجيا وسياسة فرنسا دائما هي مع الشعوب التي أو القوى الموجودة في البلدان مثلا هي دعمة محاولة انفصال الذي حصل في نيجريا من قبل الانفصالين في ذلك الوقت وهذا هو سياسة فرنسا هذه سياسة ثابتة لدى فرنسا فدعم الحركة الكردية أو الشعب الكردي أيضا من ثوابت السياسة الفرنسية سواء لدى القوى السياسية الكبرى في فرنسا أو الحكومة الفرنسية وفي هذه المسألة في مسألة الاستفتاء موقف فرنسا ممكن أن يكون موقفا حياتيا لا ليس هياديا هو مع مع التعبير الفرنسي الذي صدر حتى بعد الزيارة من قبل الحكومة الفرنسية أننا ندعم حقوق الشعب الكردي وبما فيه تشكيل دولة كردية ولكن نحن ندعو إلى حل هذه المسألة عن تفاوض بالنسبة للكرد أو الحركة الكردية القومية الكردية الاعتماد على الجانب الفرنسي هو أهم من الاعتماد على القوى الأوروبية الأخرى لديهم أيضا علاقات مع الولايات المتحدة هذا الشيء طبيعي لدى الحكومة الكردية ولكن في أوروبا الحكومة الفرنسية تعتبر أكثر حكومة يمكن أن تساند الآن لا تساند علنا ولكن ممكن أن تساند غدا هذا التوجه لهذا السبب التدخل الفرنسي مهم وعلى العراق أن يتعامل مع فرنسا بشكل واضح حول هذا الموضوع خصوصا حتى لو كانت فرنسا لها دور ثانوي في العراق في التعامل للدولي الدور الرئيسي وللبرات المتحدة بطبيعة الحال سواء مع الحكومة العراقية أو مع الاقتصاد العراقية أو في مسألة النفط وكل المجالات ولكن الدور الفرنسي ممكن أن تلعب أو الفرنسا ممكن أن تلعب دورا مهما في مسألة التفاهم مع الحكومة الكردية شكرا دكتور لو تسمحنا فيما بعد وأنت أيضا المختص في الجانب الاقتصادي نناقش مع حضرتك هذا الوفد الكبير الذي ضم عدد من الوزراء العراقيين في هذه الزيارة التي أشار فيها البيان الصادر من مجلس الوزراء على أنه الدخول في مرحلة إعادة الإعمار وما هو دور فرنسا في هذا الموضوع دكتور نعود إلى شأن الاستفتاء لو تسمح لي دكتور حميد وكيف يمكن أو تكمن أهمية فرنسا في التعاطي مع المشهد العراقي الملتبس اليوم في ظل وجود هذا التوتر الحاصل بين بغداد وأربيل أعتقد الدور مرتبط ربما بحسابات الحكومة الاتحادية حسابات الحكومة الاتحادية من البداية ربما هي تميل إلى ابتعاد عن لغة القوة لغة العنف حتى وأن تصاعدت هنا وهناك دعوات للحكومة الاتحادية بأن تلعب هذا الدور وهو حل المسألة بالقوة يعني جربنا حل المسألة بالقوة منذ تشكيل الدولة العراقية ولكن بالنتيجة لم يؤدي هذا إلى حل بل على العكس من ذلك فاقمت الأمور أعتقد هذا التصور موجود لدى الحكومة الاتحادية ولهذا أعتقد هذا ربما مشجع لفرنسا وغير فرنسا أن يدخل كوسيط لتهدئة الأمور ربما هذا لم يكن موجود يعني إذا كنا نبحث عن الطرف الثاني ربما لم يكن متصور لديه هذا الرأي أو هذا الحل لكن أنا أعتقد سيد البرازاني فوجأ بالموقف الدولي بما فيه الموقف الفرنسي موقف الفرنسا أيضا في البداية استبق زيارة السيد العبادي بالحديث بأن الوساطة أو الحديث عن الاستفتاء هو جزء من البرنامج ولكن بعد ذلك عادت الخارجية الفرنسية ربما لترفع موضوع الوساطة الفرنسية أو المناقشة الفرنسية لموضوع الاستفتاء هذا دليل واضح على أن فرنسا تشعر بأن هذا الموضوع ربما لا يخص فرنسا لوحدها ولا يمكن لفرنسا أن تلعب أو تؤدي هذا الدور بعيدا عن الأطراف الأخرى وتحديد الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن دكتور وثاب وأيضا البيان الصادر من مجلس الوزراء أشار إلى أن الزيارة لا تأتي كرتفعل الاستفتاء فرنسية تقول تراجعت فرنسا فيما يبدو عن مساعي الوساطة بين بغداد وسلطات كردستان قائلة أن زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي ستركز على العلاقات الثنائية ومحاربة الإرهاب ألا يعني هذا المعنى واضح أن فرنسا لا تريد الدخول هذه المرة بوساطات ومثل ما أشار الدكتور على أن حتى الحكومة العراقية على ما يبدو رفضت هذه الوساطة أنا أعتقد هي تراجعت لقراءة موقف الحكومة الاتحادية وأعتقد فعلا يبدو أن السيد العبادي لا يريد الخوف فيه على الأقل بشكل رسمي علني هناك حديث على أن ليست فرنسا وحدها من يحاول أن يلعب دور الوسيط ربما الآن هناك دور لممثل الأمين العام للمتحدة وأيضا دور للسفير الأمريكي واضح ربما يشتغل على هذه النقاط وهذه المواضيع أنا ربما أتصور بالإضافة إلى يعني لا أستبعد أن السيد العبادي يريد أن تكون هناك أطراف تحاور وربما ترفع عنه الحرج فيما يتعلق بهذه المسألة الحيوية ويتحدث عن الدستور والقانون والدستور والقانون لا يسمح له بأن يتفاوض ربما أو أن يقبل بمساومة في هذا الموضوع يعني ليس الدستور والقانون قضية محلية داخلية فلماذا الاستعانة بجهات غربية لتؤكد على الجهات الأخرى على أن ثم الدستور عليها أن يحترم لا بالنتيجة صحيح أن القضية داخلية لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقول أن الاستفتاء ومشروع الدولة الكردية هو شأن عراقي خالص موضوع أكبر وأعتقد هو يعني كبر هذا الموضوع هو الذي يجعل المحددات أمام فرنسا فرنسا ربما تشعر بأن لديها ربما علاقة طيبة مع الطرفين هي مع أقليم كردستان وربما امتدت من أيام الرئيس ميتيران وربما كان لفرنسا دور فيما يتعلق بإصدار القرار 688 هذا القرار غير المسبوق في إطار مجلس الأمن أيضا كان لها مواقف واضحة أيضا اللافت للنظر وإن كان الحديث عن أفراد ولكن بكل أحوال مؤشر الآن ربما كان الحاضر بالصورة قريب من البرزاني كان هناك كوشنير وكان بيرنارد ليفي وهذه أيضا شخصيات صح ليست لها صفة رسمية ولكن على الأقل تقدير تعطي انطباع بأن فرنسا حاضرة وموجودة سواء في شمال العراق أو في إطار الحكومة الاتحادية يعني الرئيس الفرنسي زار العراق وبالتالي كان إلى أيضا موقف إيجابي في إطار مكافحة الإرهاب الحكومة الاتحادية تقدر دور وموقف فرنسا كثيرا وأعتقد هي بكل الأحوال يعني يبدو لي أن سيد العبادي لا يريد أن يتحدث بشكل علني ورسمي ولكن من ناحية الواقعية أعتقد هناك أمور تجري بشكل بالخفاء وهذه الأمور هي باتجاه حل هذا الموضوع بشكل ربما في إطار الحوار والعقلانية بعيد عن لغة العنف والسلاح شكرا دكتور ساذ هافال قرأنا لكم في صباح كردستان ما تؤشرون فيه على أن زيارة العبادي إلى فرنسا لا علاقة لها في التوتر الحاصل بين بغداد وأربيل يعني من وجهة نظركم ما أهمية الدور الفرنسي بالنسبة للقضية الكردية كيف ينظر الأكراد لدور فرنسا والكثير من يشير أنهم مثل ما أشار دكتور وثاب أنهم طيلة السنوات الماضية كانوا خير معيل أو تواصل مع القضية الكردية نعم شكرا لك وتحية لأساتذة الكرام ومشاهدي قناة الحرى الكرام العلاقات الكردية الفرنسية تمتت إلى ستينيات القرن الماضي مع بدء الثورة الكردية والحركة الكردية المسلحة سنة 1991 حيث كان هناك ممثل للثورة الكردية في باريس وهو الشخصية الكردية المعروفة كاميران بدرخان استمرت هذه العلاقة وتنامت هذه العلاقة بخاصة في أهد الرئيس الراحل دانيال ميتيران واستمر هذا الدعم أيضا بعد رحيل سيد دانيال ميتيران عن طريق عقيلته السيدة ميتيران كل هذه العلاقة الكردية الفرنسية طبعا بالإضافة إلى حضور كثيف للصحفيين الفرنسيين أثناء الكفاح المسلح الكردي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي في جبهات القتال وفي مناطق القتال وكانوا ينقلون الصورة الإيجابية للقضية الكردية إلى الرأي العام الأوروبي وكذلك إلى الرأي العام الفرنسي لفرنسا الدور الهادئ حقيقة في حل حلة المشاكل أو في الدخول على خط حل المشاكل بين الدول أو بين المكونات السياسية في بعض دول النزاع مثل سوريا مثل جنوب السودان مثل الإراق لكن هنا عندما نتحدث نحن عن وساطات دولية وعن وساطات أقليمية لحل المشكلة بين بغداد وبين أربيل المشكلة أنه هو غياب الدور الوطني مع الأسف يعني الخطاب داخل العراق هو خطاب أصبح منغلقا على نفسه سواء كان الخطاب في بغداد أو الخطاب في أربيل هناك تنافر شديد وهناك الكثير من الإعلاميين وكذلك المثقفين اصطفوا إلى جانب بغداد وإلى جانب أربيل في هذه المحنة كان من الأفضل وكان يفترض بهؤلاء الإعلاميين وكذلك المثقفين أن يتبنوا دور المثقف والإعلامي اللبناني الذي لم يخرج عن دائرة الهوية الوطنية الحل يكمن وطنياً لكن عند غياب هذه الإرادة الوطنية نضطر إلى اللجوء إلى هذه الدول فيما يخص فرنسا لو تسمح لي أريد أن أناقش أيضاً تصريحات الرئيس في المؤتمر الرئيس الفرنسي نعم ورؤيتكم لهذه التصريحات وماذا تمثل لكن بعد الفاصل عزان المشاهدين فاصل ونأود من جديد أعزان المشاهدين وهذه الحلقة الخاصة بمتابعة زيارة العبادي إلى باريس وحديثنا أيضاً عن المؤتمر الصحفي وما ظهر من تصريحات بشأن الزيارة حيث كرر الرئيس الفرنسي أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي العراق مع الاعتراف بحقوق الشعب الكردي قائلاً يجب أن يبقى العراقيون متحدون في ظل كون الأولوية لقتال تنظيم داعش ماذا يمثل هذا الخط من وجهة نظركم هل هي قراءة يعني البعض قراءها على أنه يعني ابتعاد عن التدخل المباشر والبعض أشار قضية وحدة وسلامة الأراضي العراقية وأهمية بقاء العراق محافظ على وحدة مكوناته أنا سمعت يعني كل المؤتمر الصحفي وتفاصيل المؤتمر الصحفي سواء أجوبة السيد حيدر العبادي أو أجوبة السيد ماكرون كان الموقف الفرنسي واضحاً أنه هو التأكيد على حل المشكلة وطنياً وعراقياً وثم التأكيد على حقوق الشعب الكردي ضمن الدستور ضمن إطار الدستور تحدث عن الدستور وهذا الدستور طبعاً كفيل بحل كل المشاكل إن احتكم أساسه كرداً وعرباً وسنة وشيعة إلى الدستور مع الأسف أنا أتحدث عن هذه التوصيفات لكن واقع الحال أن هذه المكونات السياسية هي التي حالياً تحكم العراق وهي التي حالياً بينها المشاكل هذا الموقف من ماكرون هو موقف معتدل حقيقة بعيد عن ممارسة الضغوط بعيد عن ممارسة سياسة مبطنة أو سياسة ضبابية الموقف الفرنسي أكثر مخملية وأكثر مكشوفية من المواقف الأخرى نحن لا نفهم لحد الآن حتى المواقف الأقليمية مثلاً إذا قارنت الموقف الفرنسي بالموقف التركي أو الموقف الإيراني مثلاً هناك نقاط أو علامات استفهام مثلاً تركيا يومياً تتحدث وعلى لسان السيد رجل طيب أردوغان أنه سيقدم على كذا خطوة وعلى كذا خطوة وعلى كذا خطوة تجاه حكومة أقليم كردستان أو تجاه أقليم كردستان لكن لحت هذه اللحظة ما زالت الحدود مفتوحة ما زالت الحركة طبيعية يعني هناك الكثير مما هو للاستهلاك الإعلامي لكن أعتقد أن في المؤتمر الصحفي حديث السيد ماكرون لم يكن للاستهلاك الإعلامي بل كان شبه توصية وشبه توجيه وشبه نصيحة للطرفين الكردي يعني للطرفين أربيل وبغداد لحل هذه المشكلة عن طريق الحوار وعن طريق التهديئة وعن طريق الآليات الدستورية يعني أستاذ هفال ألا تجد أن العزلة التي فرضتها تركيا وإيران على الأكراد والموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة في التصويت يعني الآن فرصة أمام باريس التي تتمتع بعلاقات طيبة مع بغداد وأربيل محاولة لعب دور الوسيط الحقيقي يعني واضحة اللهجة متشنجة من قبل يعني إيران وتركيا وأيضا أمريكا لحد الآن موقفها اليوم فرنسا ممكن أن تمثل الخط المتعقل بالتعامل مع هذه القضية المتأزمة ليس فقط فيما يخص الخط المتعقل بل هناك لعبة المصالح أيضا لأن لحت هذه اللحظة هناك صراع شديد حول المصالح وهناك صراع اقتصادي على هذه المنطقة في الشرق الأوسط لكن لم تكن هناك توازنات وإشراك الاتحاد الأوروبي في لعبة المصالح هذه وقد يظهر في الفترة القادمة القطب الآخر وهو الصين لم تكن هناك حالة من حفظ التوازن للجانب الاقتصادي والمصالح في هذه المنطقة المنطقة برمتها قابلة للانفجار في أي لحظة الموقف الأمريكي مع الأسف يعني الموقف الأمريكي خلال هذه ست سنوات الأخيرة خصوصا فيما رافق الربيع العربي هو لحد الآن هذا الموقف لم يجد الحلول المناسبة لكل الدول التي عانت من الإضطرابات من ضمنها العراق كنا نسمع الإدارة الأمريكية قبل ثلاث سنوات أربع سنوات تقول بأننا بحاجة إلى ثلاثين سنة للقضاء على داعش لكننا وقضينا على داعش وانتهت داعش الموضوع موضوع هو موضوع الحضور صحيح أن فرنسا تلعب الدور المعتدل لكن لفرنسا أيضا مصالح هي تريد استثمارات هي أيضا تريد أن يكون لها وجود اقتصادي هي أيضا تريد أن يكون لها لأن اللعبة الحقيقية في العراق هي لعبة أسراء الاقتصادي ولطالما قلت من هذا المنبر وغيره من المنابر أنه في حال استقرار العراق فإنه سيتحول إلى مكمن للاستقطاب وموضع للاستقطاب والاستثمارات العالمية ولهذا تبدو الصراعات دائما في العراق مستديمة وهناك قوى وأذرع قفية خلف هذه الصراعات شكرا ساذ هافال دكتور وثاب ألا تجد أن صوت فرنسا صوت مؤثر بالاتحاد الأوروبي هل يمثل موقف فرنسا من وجهة نظركم هو موقف الاتحاد الأوروبي موقف الغرب عموما هل يمثل أيضا جس نبض ومن ثم تدخل فرنسا بقوة إلى المشهد العراقي مثل ما أشار أستاذ هافال بسبب رغبتها بالاستثمار خاصة بحضور هذا العدد الكبير من الوزراء العراقيين المعنيين بالاقتصاد والاستثمار والأمن في الحقيقة لفرنسا كما تفضلت دور أساسي ورئيسي في أوروبا هناك مقولة تقول بأن الفرنسا وألمانيا يشكلان محور الرحى لأوروبا القرارات التي تتخذ من قبل فرنسا وألمانيا على الأكثر تطبق في أوروبا وأوروبا تتبع قرارات فرنسا وألمانيا هذا طبيعي من ناحية السياسية والاقتصادية والعسكرية ألمانيا وفرنسا يتمتعان بدور مهم لهم الأكثرية ولكن الموقف الفرنسي يختلف عن الموقف الأوروبي الموقف الفرنسي كما قلت هناك ثبات في دعم ما يسمى بالأقليات في العالم هذا الخط الثابت لفرنسا منذ سنوات 1968 أوروبا لديها خط يختلف هو التعامل مع الدول لهذا السبب فإن دعم الحكومات دعم الحكومات أو التعامل مع الحكومات لهذا السبب نرى مثلا مجلس النواب الفرنسية تتخذ قرارات مجلس النواب الأوروبي لا يتخذ نفس القرارات في خصوص مواضيع من هنو نعم نتحدث عن الاقتصاد يعني تتوقع ممكن أن يكون بعض الجدل أو بعض الانشقاقات في السياسة الفرنسية تجاه القضية الكردية لا السياسة الفرنسية واضحة تجاه القضية يعني قصد الأحزاب اليمينية وأحزاب اليسار التي هي بالأصل عندها إشكالات فيما بينها حول هذه القضية قضية الأقليات والمهجرين في الحقيقة أيضا من الأحزاب اليسار والوسط الفرنسية واضح موقفها دعم دائم وقوي لهذه ولا النتائج مثلا كوسوفو في جنوب السودان في أكار الفرنسية هذا مهم ورئيسي أحزاب اليمين لا تتحمس كما أحزاب اليسار ولكنها أيضا تساهم في هذا المشروع القضية الفرنسة توانت عن الدخول إلى العراق بقوة بسبب أولا الهيمنة الأمريكية والصراع الفرنسي الأمريكي في أوروبا وفي باقي انهاء العالم فرنسا تقود الجبهة المناوعة للوئة التحدث في أوروبا هذا أيضا معروف من ناحية الاقتصادية والسياسية الشيء الثاني لم تنجح فرنسا في اجتذاب الجزء على الأقل من الطبقة السياسية العراقية لكي تدعم تدخلها الاقتصادي دليلنا على ذلك أنه في مثلا 2015 مشتريات العراق من فرنسا كانت مليار ومئتين وستين مليون دينار في ميزانية أو في مجموعة المشتريات كانت حوالي ستين وسبعين مليار لم نشتري من فرنسا سوى مليار ومئتين وستين هذا الرقم مهم بطبيعة الحال ولكنه ثانوي جدا بالنسبة إلى ميزان التجاري والمدفوعات الفرنسية أو العراقية في الوقت مشتريات فرنسا عن طريق شركة توتال التي هي شركة من ما يسمى عالمية متعددة جنسية ولكنها رسميا فرنسية والنصيب الأكبر أعتقد لفرنسا أين طبعا فمشترياتها كانت بحدود 12-13 مليار ولكن هذا لا يحسب لفرنسا يحسب لهذه الشركة المتعددة للجنسيات الآن فرنسا وبعد مجيء وأيضا في زمن هولاند كان هناك توجه إلى العراق ولكن بطبيعة الحال هناك صعوبات أولا كانت الحرب ضد داعش في قمتها والآن بدأت الأمور تستقر ففرنسا تحاول أن تسد جزء من الفرق هذا خصوصا أن التقديرات العالمية الأمريكية وأيضا الدولية لإعادة إعمار المناطق التي دمرت من قبل داعش أو بسبب الحرم يبلغ بحدود ألف مليار دولار وهذه مبالغ هائلة ولن تستطيع أن تساهم في هذا التمويل سوى بلدان ذات اقتصاد قوي جدا ومنها فرنسا بطبيعة الحال هناك الصين هناك الروسيا هناك الوائة المتحدة بشكل رئيسي ألمانيا وهذه هي البلدان واليابان هذه البلدان المرشحة لأن تلعب دوت في هذا المجال فرنسا تحاول أن تكون شريك سياسي أيضا لهذا السبب تحاول أن تتدخل في حل المشكلة بين بغداد والذيل لكي تستطيع أن تدخل في العملية الاقتصادية بشكل أقوى من السابق شكرا دكتور على التوضيح دكتور حميد هل من وجهة نظركم خرجت أزمة كردستان من نطاق الحل المحلي واتجهت نحو ضرورة إشراك دول ذات تأثير وقوة مثل ما أشار الدكتور أيضا رغبات اقتصادية ذات قوة مهيمنة وممكن أن يتحول الصراع العراقي المحلي إلى صراع بين دول لحل حلة هذه العزمة نعم أستاذ عماد لكن قبل ذلك نضيف على ما قال دكتور وثاب فيما يتعلق بفرنسا أنا أعتقد فرنسا في حرج يعني سياستها التقليدية هي ما مثل ما أسماها الدكتور بدعم الأقليات وما إلى ذلك لكن مشكلة الأقليات الآن مشكلة موجودة في الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا ربما الآن أقصى ما تخشاه هو تفكك الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من هذا الاتحاد الآن ربما مرشح بعد استفتاء كتالونيا أنه دولة كبيرة وذات ثقل كبير مثل إسبانيا تعاني من قضية الشسمة وأيضا قضية الأقليات هذا ممكن عائق أمام ربما أن تذهب فرنسا بعيدا باتجاه دعم الأكرار ربما بدأنا نسمع عن ربما تحركات أخرى يعني إذا استثنينا سكتلندا كونها مرترطة بالمملكة المتحدة ربما البعض بدأ يثير يعني أقاليم مثل بافاريا في ألمانيا وألمانيا وفرنسا لابد من وجودهما باعتبار القاطرة التي تقول الاتحاد الأوروبي فأعتقد أيضا خلينا أيضا لن نستبعد أن هذا العامل عامل الأقلمة وعامل ربما الأقليات ودورها في أن تتحول إلى دول ممكن أنه يكون قيد أمام السياسة الفرنسية في أن تذهب بعيدا باتجاه دعم الأكرار في هذا الأمر أعود للسؤال وربما القضية الكردية واحدة من خصائصها أو واحدة من مميزاتها أنها ولدت وهي قضية دولية يعني لم تكن قضية عراقية هي كانت جزء من معاهدة سيفر هي التي ربما رسمت الحلم الكردي ثم عادت يعني بجهود بريطانية ثم عادت بريطانيا نفسها في لوزان وأجهضت هذا الحلم وبقية هذا الحلم يراود الأكرار منذ ذلك اليوم وحتى الساعة هذا كان جانب وهم يرتبط بأنه قضية الكردية بالأساس هي وليدة ربما تنافس دول كبرى وسياسات كبرى في المنطقة طيب دكتور لو تسمح لي يعني قرأت الكثير حول هذا الموضوع هناك من يتخوف من تدويل القضية الكردية دعنا نتحدث عن تدويل القضية الكردية لكن بعد الفاصل أعزائنا مشاهدين فاصل ونعود من جديد أعزائي المشاهدين وزيارة العبادي إلى باريس دكتور آسف قاطعناك كنا نتحدث عن تدويل الموضوع هناك من يقول أنه سيؤزم أكثر القضية وكردستان لم تجد لها دعم دولي هل من وجهة نظركم في حال لم تجد دعم دولي واضح يعني سيضع موقفها موقف ضعيف وحكومة كردستان تسعى إلى تثبيت موقفها دوليا قبل أن تفكر بالشريك المحلي أعتقد الخطأ الاستراتيجي الذي وقع به البرزاني هو هذه النقطة بالذات هو لم يحسب حساب العامل الدولي ولم يعير اهتمام كبير وأعتقد المواقف التي جاءت في تصوري لم يحسب بدقة حساب على وجه التحديد تركيا وإيران يعني ربما تصور الأمر لا يتعدى أن يكون مجرد اعتراضات أو مجرد استنكار هنا وهناك ولكن القضية أخذت بعد أعمق يعني الآن نتحدث لأول مرة تحصل مناورات عسكرية بين تاريخ الدولة العراقية مثلا أو منذ عقود لأكون دقيق يعني لا أعلم إذا كانت هناك ربما هم كانوا شركاء في حلف بغداد سيد هذا الأثار قضية فعلا متداولة الآن يعني أشار إلى أن تركيا وإيران موقفها الإعلامي غير موقفها الذي اتخذته لحد الآن هي متواصلة في الجانب الاقتصادي لحد الآن الحدود مفتوحة والنفط أيضا يتدفق يتدفق أنا أعتقد لنكن واقعيين أن تركيا وإيران ليس من السهولة الموضوع بالنسبة لهما أن يمر بمجرد أن يكون هناك صوت إعلامي فقط يعني هذا جزء من تدويل قضية القضية لا تخص العراق فقط ربما تركيا تخسر مصالح تجارية مع أقليم كردستان قد تصل إلى 8 مليار دولار ولكنها ستخسر أكثر فيما يتعلق بالأمن القومي مثلا التركي فيما يتعلق وضع الأكراد في تركيا هي لحد هذه اللحظة لا تسمي أقليم كردستان تسمي الإدارة المحلية في شمال العراق كيف نتوقع أنها يمكن أن تتعامل أو تقبل بوجود شيء اسم دولة كردية على حدودها الجنوبية إذن القضية في تقديري ربما قضية معقدة أعتقد من وجهة نظري أنه زيارة اللي حصلت بين أردغان وروحاني تركيا وإيران لا زالتا تعولان على تراجع البرزاني عن هذا الاستفتاء والعودة إلى الصيغة اللي كانت قبل 25 تسعة هم يعولان أن الضغط الإعلامي والتهديد بالقوة يعني بقوة الإجراءات ربما كفيل بإجبار البرزاني عن التراجع خصوصا مع موجة الرفض الدولي يعني لا نسجعنا ببرغماتي الاقتصادي يعني الكثير من الكتاب الأكراد وأيضا السياسيين الأكراد قرأت لهم يشيرون إلى أن تركيا لن تجازف بأن تخسر أهم سوق لديها في كردستان يعني وهل تعتقد أنها تجازف بأن تخسر ربما جزء كبير من شعبها فيما يتعلق بموضوع الأمن القومي بالموضوع الأكراد ربما في موضوع المصالح العليا التي هي ليست فقط مصالح اقتصادية بالتأكيد أليس الجانب الاقتصادي أيضا مصالح عليا؟ مهم لكن أكو بديل آخر الزيارة التي حصلت بين أردوغان التي قام بها أردوغان إلى طهران كان الحديث على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار رقم غير مسبوك قد يفهم من ذلك يعني إيران أيضا تتضرر ولكن قد يفهم بذلك أن مبدأ التعويض بين الدول الثلاثة يعني ما اسماه الله يرحمه أحمد الشلبي موضوع الإقليم الرابع يمكن أن يطبق على الأرض هنا أنه بالإمكان تعويض تركيا وإيران من خلال ربما علاقات مع العراق وخليني فقط بالكلمة السريعة أنه تركيا واحدة من قد تكون مخطط إلها هي حاولت ربط الاقتصاد الكردي بعجلة الاقتصاد التركي يعني هي لم تكن بحاجة إلى أنابيب مد أمبوب للغاز لأنه هي موضوع الموضوع الروسي أو الخط الروسي ربما يكفيها ويغنيها عن ذلك ولكن هي بكل الأحوال تعول على أن يكون هناك ربما تحالف اقتصادي لا أقول عسكري بين العراق وربما تركيا وإيران وربما في وقت لاحق سوريا يعوض هذه الخسارة شكرا دكتور إذن من نفس هذا المنطلق أستاذ هافال قراءتكم كيف ستؤثر المقاطعة إن حصلت المقاطعة الدولية على مستقبل دولة دولة كردستان المستقبلية أنصح التعبير يعني هناك من يشير إلى أن ملامح المقاطعة بدت واضحة وخاصة جانب الإقليمي ولو نتحدث عن إمكانية أن تكون هناك مقاطعة جمعية من الاتحاد الأوروبي مثلا أنا لا أعتقد بأن الموضوع يصل إلى حد المقاطعة كون أن أغلب الدول أعلنت أن القنصليات التابعة لها ستبقى مفتوحة في أربيل الموضوع ألا توجد الآن يعني حجرة جماعية أو خروج جماعي لا هو قد يكون تهويل إعلامي حقيقة نعم لكن الموقف الدولي يختلف عن الموقف الأقليمي كما مثل ما أشار الدكتور حميد بأن الموقف الأقليمي من القضية الكردية هو يعني هو موقف يتعلق بوجود القضية الكردية داخل هذه الأجزاء الأربعة في تركيا في إيران في سوريا حتى الموقف السوري رغم ضعف الحكومة السورية حاليا لكن بدت لها تحركات للحيلولة دون قيام شكل سياسي آخر في أقليم كردستان بسبب تواجد أكثر من مليونين وخمسمائة ألف كرد في سوريا هذه الأمور كلها متداخلة وموضوع الأمن القومي لإيران ولتركيا ولسوريا حاضرة في هذا الموضوع لكن لن تكون هناك مقاطعة دولية شبيهة بالمقاطعة الأقليمية حتى المقاطعة الأقليمية أنا مصر على ولو أن في الإصرار خطأ لكن من خلال حالة من الاستقراء تصل بإلى نتيجة جامعة هي أن هذه الدول غير دقيقة أو غير جادة في موضوعة المقاطعة مع أقليم كردستان العراق التلويح التركي حتى التلويح التركيبي يعني أنت سمعت إلى رأي دكتور حميد أشار إلى أنه قضايا أكبر الحلاقة بالأمن نعم تحدث عن قضايا الأمن القومي يعني ليس لها علاقة أيضا بالاقتصاد وقد تتجاوز قضية الاقتصاد لكن دكتور حميد يدرك ونحن ندرك والجميع يدرك وتركيا تدرك وأردوغان يدرك بأن هناك قضية كردية داخل تركيا لحتى هذه اللحظة ليس بمقدور الدولة التركية إيجاد الحلول لهذه القضية ليس بمقدور الدولة التركية الاقتراب من جبل قنديل رغم كل جبروتها وآلتها العسكرية هذه مشكلة كبيرة مشكلة الحلول العسكرية وكما أشار دكتور يعني مشكلة البككة ومشكلة طبعا كل هذه الأمور متداخلة يعني بمقدور بمقدور القيادات الكردية أيضا في كردستان العراق لعب دور آخر في حال إن تغيرت المعادلات لعب دور آخر حتى داخل كردستان تركيا يعني أنت تحاول أن توضح لي أن لا زالت موقف حكومة كردستان موقف قوي حتى وإن كانت ثمت ردود أفعال تجد أن هذه الردود الأفعال هي ردود مؤقتة لا أقول ذلك بالعكس أن حكومة أقليم كردستان فيما يخص حتى أكون واقعيا وصريحا فيما يخص الموقف الدولي وكذلك الموقف الأقليمي هي في حالة من الحرج نعم هي في حالة من الحرج كون أن الموقف الدولي لم يكن مؤيدا والموقف الأقليمي هو أصلا في غير حاجة إلى القراءة يعني القيادات الكردية يعني كانت في غير حاجة إلى قراءة الدور التركي أو الدور الأقليمي لكن يبدو أن هناك بعض الخطأ في الحسابات حصلت شكرا أستاذ هافال دكتور وثاب وأنت أيضا المعني بالشأن الاقتصادي أولويات الزيارة هو التعاون الأمني والاقتصادي ألا يمثل ذلك انفتاح العبادي على الغرب ومحاولة تجاهل الضغوط الإقليمية بروز هذا العدد الكبير من الوزراء أو حضور هذا العدد الكبير من الوزراء العراقيين ألا يمثل فتح باب واسع مع فرنسا وتأكيد تعاون أمني اقتصادي بعد أن شاركت فرنسا في القضاء على داعش بطبيعة الحال الموقف العراقي أو الآن التوجه العراقي هو التوسع في العلاقات الاقتصادية لنقل مشاركة جديدة أو مشاركات جديدة لدول لم تكن موجودة أو كان وجودها ضعيفا وهذه ليست أول مرة أول محاولة تمت محاولات سابقة نتذكر زيارة الرئيس الراحل جلال طالباني مع وفد كبير أيضا المالكي جاء ذهب إلى فرنسا مع وفد كبير ولكن لم تكن النواية العراقية جادة إلى حد كبير وهناك كان في ذاك الوقت أيضا التردد الفرنسي بالدخول إلى العراق بشكل واسع المساهمات الفرنسية المساعدات الفرنسية مثلا خلال كل هذه الفترة السابقة وصلت إلى 500 مليون دولار تركزت في مجالات رفع الألغام ومجالات الصحة والتعليم لم تتدخل في مجالات الاستثمار وفي مجالات الاقتصاد المهمة لكن المشاركة الأمنية هذه المرة العسكرية هي مشاركة فاعلة ضربات جوية أول دولة أجنبية شاركت في الحرب ضد داعش هي كانت فرنسا فورا بعد ظهور داعش فرنسا ساعدت القوات الكردية بالأسلحة وكانت نذكر هناك طائرات العسكرية الفرنسية التي نقلت أسلحة كبيرة إلى البيشمرق وهي دخلت أيضا في المعركة العسكرية بشكل مباشر وسريع الآن فرنسا تطمح والعراق من مصطحته أن ينوع العلاقات الدولية الاقتصادية لكي لا يكون تحت الهيمنة الأمريكية فقط أو تحت هيمنة الشركات الرئيسية الأمريكية دخول فرنسا إلى العراق مسألة تساعد العراق على الخروج من هذه الهيمنة تساعد على تنوع المصادر الاقتصادية وزيادة الاستثمار وأيضا تسمح لفرنسا بأن تدخل إلى العراق مرة أخرى بعد دخولها في المرة الأولى في زمن شارد ديغون نتذكر زيارة عبد الرحمن عارف إلى فرنسا وزيادة العلاقات الاقتصادية الكبيرة مع فرنسا هذا الدور السابق تراجع كثيرا وتراجعت الاستثمارات أو الدخول الاقتصادي بقيت فقط على مستوى النفط عن طريق شركة توتال أما الآن فهناك مجالات واسعة خصوصا في مرحلة إعادة الأعمار التي تحتاج طيب دكتور أريد أسألك أيضا في المجال الاقتصادي والجانب السياسي أيضا حضرتك منسق تيار الاجتماعي الديمقراطي لكن بعد الفاصل نتحدث عن دخول إعادة إعمار سياسية في العراق ما معنا ذلك وفق تصريح مجلس الوزراء أعزائي المشاهدين فاصل ونعود من جديد أعزائي المشاهدين والحديث عن زيارة العبادي إلى باريس جاء مصطلح مرحلة إعادة إعمار سياسية للعراق يعني هذه الزيارة واحدة من أسبابها وأولوياتها من وجهة تضركم السياسية ما معنى إعادة إعمار سياسية وهناك من يرى أن العبادي يتجه لمد جسور حقيقية مع الغرب وتحديداً إتحاد الأوروبي وفرنسا متجاهلاً أو محاولة أن يتجاهل الضغوط الإقليمية ويتجاوز ما سبقه من رؤساء كانوا يحددون موقفهم مع تركيا وإيران فقط بطبيعة الحال هناك تطور في السياسة العراقية في زمن العبادي هذا التطور يتضح حين تتوجه العراق إلى بلدان مثل فرنسا ألمانيا بلدان الاتحاد الأوروبي ودعوتها للدخول بقوة وبشكل واسع في الوضع العراقي الاقتصادي الآن العراق يشهد حالة من التدمير واسعة هناك مناطق دمرت تماماً هناك مناطق دمرت بشكل جزئي هناك حاجة إلى عادة عمار العراق كما قلنا حسب التقديرات ألف مليار دولار هذه المبالغ الهائلة لا تستطيع هناك أي قوة أو أي دولة في العالم أن تقوم بتحملها مالياً العراق يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة يحتاج إلى أيضاً قوى صناعية بمعنى شركات تقوم بإعادة التصنيع أو بإعادة الإعمار هذه لا تتوفر لا في العراق ولا حتى في الدول الإقليمية بالمقابلة دكتور لو تسمح لي حاولت أن أتابع الزيارة لم أجد أو لم يتم التطرق أو فعلاً لم يحصل توقيع أي عقد بوجود ست وزراء عراقيين من أكبر الوزارات العراقية إذن ما سبب ذهاب هذا العدد من الوزراء ولم تكن هناك خطوات فاعلة العراقيين تفاعلوا خيراً بوجود هكذا وفد رسمي ماذا يمثل ذلك؟ هذا يعكس طبيعة الحكومة العراقية والزيارات العراقية دائماً الوفود غير منتظمة وغير متوازنة ولا تضم في صفوفها الاختصاصيين الذين استطيعون القيام بهذا الدول ذهاب ست وزراء لا يعني مشاركة يا دكتور راح وزير تعليم عالي راح وزير صناعة ما سمعنا لا وجود خطوات صناعية ولا عرفنا أكو توأمة مع الجامعات العليقة والكبيرة وأنت أستاذ جامعي وتعرف هذا الموضوع في فرنسا الوزراء ليس بمقدارهم القيام بهذه الخطوات هذه الخطوات يقوم بها المختصون ولم نرى ولم نشاهد أي دور للمختصين في هذه لا في الزيارة ولا قبلها ولكن هذه الزيارة ستفتح الأبواب بما ما ستفتح الأبواب نظرياً ستفتح الأبواب مثل هذا التعامل عن طريق الخبراء تقرير التقارير التي نشاهدها وقبل عدة أيام نظرنا إلى أحدى النائبات تجهد زيارات لأحدى الوزارات للبعثات أو الزيارات الموظفين ليست هناك أي قاعدة للزيارات المفروض في كل وزارة هناك دائرة تختص بالتعامل الدولي ولكن لدينا محاصصة بشكل دوري يرسل المندوبون إلى الخارج دون أن يكون لذلك تأثير حقيقي على الوضع بدقيقة واحدة التيار المدني الديمقراطي أو التيار الديمقراطي الاجتماعي ما هو موقف من الاستفتاء؟ هل أظهرتم بيان؟ وكيف تقيمون مخاوفكم من التوتر الحاصل؟ بشكل سريع التيار الاجتماعي الديمقراطي كجزء من وسط الديمقراطي العراقي نحن نؤكد موقفنا العام بدعم حق الشعب الكردي في تقرير مصره هذا حق والشعب الكردي هو الوحيد الذي قرر على أرضه ولكننا انتقدنا الاستفتاء انتقادا شديدا لأنه هناك عدة شوائب أولا قرر من قبل جهة سياسية وليس من مجلس النواب الكردي لم تجري أي مباحثات حول الموضوع ثانيا تجاوز حدود الاقليم هذا تجاوز غير مشروع وغير قانوني نحن نقول بأن السيادة العراقية يجب أن تعود على المناطق المتنازع عليها ويعاد العمل بمادة 140 في الدستور العراقي لحل هذه المشكلة شكرا دكتور عودة إلى قضية التدخل أو وجود الوساطة دكتور حميد هناك من كان يرى أن أمريكا هي اللاعب الأهم في قضية الاستفتاء ما هي فرص أوروبا اليوم وجديتها في مساعدة العراق اقتصاديا وأمنيا وأيضا إمكانية أن يكون لها الفعل الحقيقي في إيجاد الحلول بعد أن عجزت أمريكا من أن تلم شمل هذا الشتات السياسي وهذه الفوضى السياسية الحاصلة يعني أنا أعتقد إذا عجزت أمريكا عن ذلك لا أتصور أن دول أوروبية لها لن تكون بديل أوروبا؟ تمام يعني أنا أعتقد هذا يعني بكل الأحوال اليوم الورقة الأكبر بيد أو الأقوى العفو بيد الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد لو شاءت لو أرادت دكتور لو تسمح لي رئيس الوزراء بهذا الوفد الكبير والآن سيذهب الجبوري رئيس البرلمان أيضا إلى فرنسا يعني ألا يعني هذا تصور أو صورة لأهمية وجود الاتحاد الأوروبي وقيادة الاتحاد الأوروبي التي تمثلها فرنسا في إيجاد حل الأزمة العراقية؟ يعني هذا الأمر لا نستبعده تماما لكن نقول هو دور ثانوي بالقياس إلى دور الولايات المتحدة الأمريكية يعني أنا كما قلت يمكن كانت أكون معوقات يعني مثلا صعب أنه رئيس الوزراء مثلا في فرنسا أو في طريقة إلى فرنسا وشاهد خطوة مثلا زيارة السيد مسعود البرزاني إلى كاركوك في الوقت ذاته يعني مثلا حتى لو كان هناك مجال أو طريق للحوار حتى ما كان يعني هذا الخطوة أحرجت رئيس الوزراء وتبينه أمام شعبه وأمام الناس بأنه رئيس وزراء ضعيف وهو لا يريد أن يظهر بهذا الشكل أعتقد الحوار يحتاج إلى طرفين ما يحتاج إلى طرف واحد ولهذا أنا لا أستبعد تماما أن يكون دور للأتحاد الأوروبي لكن للأتحاد الأوروبي في هذه القضية ربما هناك محددات كبيرة لا تنسى الآن تركيا التي هي اليوم موقفها شديد وسلبي سواء بالتصريحات أو بالواقع أيضا هي عضو في شمال الأطلس شمال الأطلس هي حلف الناتو هذا حلف عسكري أيضا تركيا هناك علاقة متوترة مع الاتحاد الأوروبي من مصطحة فرنسا وألمانيا العلاقة سيئة من مصطحة هذه الدول لا تغضب تركيا أكثر من اللازم هي لا تريد أن تخسر تركيا لقضايا كثيرة أيضا مشكلة المهجرين مشكلة اللاجئين التي فتحها أبواب أنا كنت أتحدث عنها لأن تركيا تقوم بدور مهم في هذا الجانب ولهذا نرجع إلى ذات النقطة التي تحدث عنها سيد هافال بالبداية أننا نحتاج إلى الحلول المتعقلة والوطنية لأن أنت كان ممكن آسف بالنقطة شفنا السلام مثلا بين قد يكون مناسبة حزينة لكن كان ممكن استغلال هذه الفرصة كثير من الناس تستغل هذه الفرصة أصدق في تشييع الرئيس السابق؟ نعم كان ممكن أن يكون باب أو فرصة لفتح حوار قد يعود بالفائدة أن يصبح حوارا وطنيا شكرا جزيلا دكتور يعني السؤال الذي يطرح نفسه من ضمن ما تحدث به دكتور حميد هل حكومة العبادي تعاني الضعف وتبحث فعلا عن مناصرين؟ حكومة العبادي في ظل هذا التشدد والفوضى والقوى السنية وصراع حتى الصراع الشيعي الشيعي يمكن ليس بمقدورها أن تحل أزمة الاستفتاء إلا بوجود مناصرين من الخارج أنا رؤيتي كالآتي أستاذ عماد أولا مؤسساتية الدولة عندما تكون هناك دولة مؤسسات حقيقية ستكون الحلول سهلة لكن عندما تدار الدولة من أقصى الشمالي إلى أقصى جنوبي بعقلية الإقطاعيات السياسية وليس بعقلية الدولة المدنية الحديثة هنا تكون الحلول مستعصية وتكون غائبة عندما تكون هناك فعلا السيد حيدر العبادي هو في موقف الحراجة تجاه هذه الأزمة التي حصلت مع العلم أنني هنا أيضا أؤكد بأن السيد حيدر العبادي لحد الآن هو الدور الهادئ وخطابه يمتاز إلى حد ما بالمرونة كون يوثل خطاب الدولة لكن من هذا المنبر أدعوه أيضا إلى أن يكون له الدور الفاعل في التأثير على الآخرين وعلى أجهزة الإعلام التي هي غير رسمية ألا تتخوف من تصعيد كردي طبعا سأتي على ذلك كما أدعو بالمقابل القيادة الكردستانية إلى إصدار التوجيهات كي تخفف أجهزة الإعلام من هذه النبرة التصعيدية من خلال هذه النبرة التصعيدية الإعلامية أليس أن أجد به أن يعود إلى الدستور ويعود إلى البرلمان ليتحدث عن استفتاء شرعي مثل ما أشار الدكتور يعني كل القوى الكثير من القوى تطالب حكومة كردستان أن تفكر بطريقة قانونية ودستورية ولا تحجب الرأي الحزبي أو رأي الأحزاب أو رأي التعددية هناك يعني هناك شيء آخر يعني ما حصل في كردستان كان هناك إجماع شعبي هناك إجماع شعبي حتى حركة التغيير التي كانت تعترض على هذا الموضوع لكنها بادرت وكان رئيس أو المنسق العام لحركة التغيير سباقا في الوصول إلى صندوق الإختراع لكن بدون موجود لا برلمان ولا مناصرة برلمانية لكن نعم العملية الدستورية والعملية الديمقراطية أيضا في أقليم كردستان أيضا تعاني من التلكؤ لا يمكن إنكار هذا شيء لكن أؤكد على الحلول الوطنية نعمل أن تكون ثمة حلول وطنية متعقلة ومعتدلة في ختام حلقة اليوم أتقدم بالشكر الجزيل للضيوف المختصين الكرام الدكتور وثاب السعدي منسق التيار الاجتماعي الديمقراطي والدكتور حميد فاضل أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد والكاتب والصحفي هافال زخوي للمزيد من المعلومات راسلونا على البريد الإلكتروني الظهر أسفل الشاشة تحيي لكم مشاهدينا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة